إذا ذهبت إلى الشيخ وكان عندك شيء من المراجعة جزء مثلا وأخطأت خطأ وهذا السفر على فكرة الشيخ معاذ يسافر إلى الشيخ وليس الشيخ هو بجانب بيته ولا الشيخ يأتيه هو يسافر سفرا طويلا حتى يحفر تخيل أنني كنت أذهب إلى الشيخ في نصف القرآن الأول كم يوم؟ كم يوم؟ ثلاثة أيام ثلاثة أيام في الأسبوع ثلاثة أيام فقط كنت أتحايل عليه كان أول يومين يومين فقط تحايلت عليه محايلة شديدة لأذهب إليه ثلاثة أيام وكان ينقفني على معاني شديدة يعني كان يمكنه أن يعطي لي آية واحدة فقط 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 هذه المسافة كلها يعطيك آية واحدة والله كان أفعلها الله أحب في بعض الأيام كنت لا ألعب أبدا ولكني سمعت النكع فريدي شوي الحمد لله والبنا ألعب علي هو شهد مني من البصر سبحان الله الحمد لله وعلى هذه النعمة أنا في صلاتي لا أدعو أن الله يرجع علي بصر لا تريد أن يرجع الله لماذا؟ لماذا؟ لعلّا يكون لي حوجة معنة الظاهر في هذه القيامة فأخفف عني بعضا منها العذاب وأقف بين أديك وحائف متمجلا يسألني ماذا فعلتك القرآن فعسى أن يخفف عني فالله يدخل من يشاء فيه رحمته ولكنه ألعب علي بالقرآن وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب واحد أذهب واحد فقط ولصباحي أحد لكن أبيه يخف علي تذكرت في هذه اللحظات حال كثير من المسلمين المبصرين الذين تكاسلوا عن حفظ القرآن يا الله ماذا ستكون حجتهم عند الله الحمد لله على كل حال ما شاء الله يا شيخ معاذ أنا علمت أنك أنت عندك قاعدة لبلو القيم نعم ما هذه القاعدة قال ابن القيم رحمه الله لا أغلق الله بابا لعبدي بحكمة إلا فتح لكم بابا يعني أنت ما تزعل بين أصدقائك أنت فقت البصر لا 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 في كنت غلا يعني البعض يشعر بنقص في الصغر كنت أغضب لن أكذب علي نعم كنت أغضب وأحياني لكن الآن الحمد لله لا أغضب فهذا قضاء الله وقدر نعم لأن نفس الله عليه وآله وسلم يقول من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بحديبتين فصبر عوضه الله بهما الجنة لا أسأل الله أن نكون من ورثة جنة الفردوس اللهم أعمل فرت همومي وانشرح قلبم هموم لما أتليتك كل الأحزان فرد يا محكم القرآن يا مسكم ختوم أنفاسي من دونك أبد ما استقرر فرت همومي وانشرح قلبم هموم ترجمة نانسي قنقر